السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصة العلوم الجميلة للصاف الثاني متوسط نختم هذا الفصل بدليل مراجعة الفصل الرابع ذكرنا أن الوحدة الثانية المادة والطاقة هناك فصلان الفصل الثالث والرابع تتكلم عن الطاقة وتحولاتها وهناك درسان لهذا الفصل الرابع الدرس الأول ما الطاقة الدرس الثاني تحولات الطاقة وتوقفنا في الحصة الماضية عند هذا النشاط سؤال رقم خمسة تطبيق الرياضيات استخدم النسبة في الشكل رقم شكل 16 كم مرة تساوي كمية الطاقة الكهربائية الناتجة عن منشآت حق الوقود خاصة الفحم وما ينتج عن محطات الطاقة النووية لدينا هذا المخطط وبعض النسب ونطبق الآن الرياضيات سين مجهول يساوي نسبة الفحم تقسيم نسبة الطاقة النووية أين هي نسبة الفحم حسب المفتاح المخطط الفحم لونه أحمر هذا هو وأين الطاقة النووية هذا اللون إذن هنا نعوذ الفحم نسبته 41.4 ونسبة الطاقة النووية نسبة الطاقة النووية 12.2 سيكون الناتج ثلاثة فاصلة تسعة وثلاثون تقريباً أو بالتقريب ثلاثة فاصلة أربعة إذن كم ثلاثة وأربعة من عشرة مرات أتهيأ للقراءة أولاً للأجسام طاقة في حالة حركتها فقط صحيح أم خاطئ غير موافق تعتمد الطاقة الحركية فقط على الكتلة والسرعة للجسام موافق صحيح تعتمد الطاقة الحرارية لجسم ما على درجة حرارته نعم الطاقة تعتمد على حرارة الجسام تتغير طاقة الكرة من شكل إلى آخر أثناء القذف إلى الأعلى نعم لأنها تتحول من طاقة حركية إلى طاقة وضع ممتاز الطاقة الكيميائية طاقة مخزونة في روابط الذرات الكيميائية نعم صحيح تغير المخلوقات الحية الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية نعم صحيح تزداد كمية الطاقة الكلية عند حرق الشمعة غير صحيح لأن الطاقة الكلية تبقى ثابتة أثناء التحولات تفنى الطاقة وتستحدث عند تحولها من شكل إلى آخر لا تفنى إذن غير صحيح تتحول الطاقة الكيميائية في العضلات إلى طاقة حركية نعم صحيح لدينا أرقام وقياسات علمية في العلوم أول هذه الأرقام نشاهد ماذا؟ ممتاز إعصار الطاقة الناتجة عن إعصار بحري متوسط إعصار متوسط يزيد عن مجموع الطاقة الناتجة عن محطات الوقود بمقدار 200 مرة لذلك ممكن أن نستفيد من طاقة المياه أيضا الطاقة التي نحصل عليها تحصل عليها الأرض من الشمس كل نصب ساعة تكفي لسد احتياجات العالم من الطاقة لمدة عام لذلك من توجهات المملكة العربية السعودية الاستفادة من طاقة الشمس الشمس والموارد المتجددة لا تشكل فقط نسبة 18% من مصادر الطاقة العالمية لماذا يا ترى؟ لأن التقنية في الوقت الحالي غير متطورة بشكل كافي لتزودنا بالطاقة من هذه المصادر بأسعار معقولة ولكن تتوجه المملكة بإذن الله إلى توفير أو الاستفادة من الطاقة الشمسية بأقل الأسعار تناول تفاحة متوسطة الحجم تُعطي طاقة تكفي لماذا؟ المشي لمدة 15 دقيقة ربع ساعة أو السباحة 10 دقائق أو الهرولة لمدة 9 دقائق كذلك لدينا هذا التطبيق الرياضيات إذا كان المشي لمدة 15 دقيقة ربع ساعة يحتاج إلى 80 سعرا من الطاقة المخزنة في الطعام كم سعرا من الطاقة يستهلك الشخص شخص ما حتى يسير لمدة ربع ساعة لمدة ساعة كاملة عفوا هنا في ربع ساعة نحتاج إلى 80 سعرا كم نحتاج خلال ساعة؟ الساعة كم ربع نضبها؟ أحسنتم أربعة إذن الحل بما أن الساعة 60 دقيقة كم ربع في الساعة؟ 60 تقسيم 15 أربعة إذن لدينا كم ربع؟ أربعة إذن كم سعر؟ 80 خلال الربع الواحد ضرب أربعة هي الربع الواحد في الساعة أربعة إذن أربع مرات 80 ضرب أربعة يصبح لدينا 320 سعرا ماذا تعلمنا في هذا الفصل؟ الدرس الأول الطاقة هي القدرة على إنتاج إنجاز شغل أو إحداث تغيير ثانياً للجسم المتحرك طاقة حركية تعتمد على الكتلة والسرعة في هذا الجسم طاقة الوضع طاقة يكتسبها الجسم بسبب موضعه وتعتمد على كتلته وارتفاعه يحمل الضوء طاقة الإشاعية ويحمل التيار الكهربائي الطاقة الكهربائية وتحتوي أنوية الضرات على الطاقة النووية أما الدرس الثاني تحولات الطاقة تتحول الطاقة من شكل إلى آخر كما يمكن نقلها من مكان إلى آخر ويصاحب ذلك عادة طاقة حرارية في جميع أشكال الطاقة وتحولاتها ينتج طاقة حرارية قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث وهو من قوانين الطبيعية التي أودعها الله في هذا الكون تحول منشآت الطاقة الكهربائية الطاقة من مصادرها إلى طاقة كهربائية حيث يدير البخار توربين ليدير التوربين مولد كهربائي في مجال مغناطيسي لنستخدم خريطة المفاهيم هذه ونتعرف على أشكال الطاقة بها من أشكال الطاقة لدينا طاقة حرارية تتحول عند تسخين سلك في لزي إلى تضيء إذن طاقة إشعاعية أيضا من أشكال الطاقة لدينا الطاقة الحركية التي ممكن أن تتحول إلى طاقة وضع ذكرنا أنها تتحول بالتبادل بين الوضع والطاقة الحركية أيضا من أشكال الطاقة لدينا طاقة كيميائية في العضلات تتحول إلى كما شاهدنا في الحصة الماضية نستطيع تحريكها بالانقباض والانبصاد أيضا طاقة حركية أيضا تتحول نتيجة الاحتراق إلى طاقة إشعاعية أو حرارية وضح أو وضح العلاقة بين المصطلحات في كل مما يلي الطاقة الكهربائية والطاقة النووية ما العلاقة بينهما؟ ممتاز الطاقة النووية أحد المنشآت لتوليد ممتاز أحد المصادر لتوليد الطاقة الكهربائية إذن تستخدم الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية رقم اثنان التوربين والمولد الكهربائي متلازمين حيث يتم توليد الطاقة الحركية في التوربين والتي ترسل عبر المحور إلى المولد وفي المولد ضمن مجال مغناطيسي تتحول هذه الطاقة الحركية إلى كهربائية سؤال رقم ثلاثة الخلية الكهروضوئية وطاقة الإشعاع والطاقة الكهربائية ما العلاقة بينها؟ نعم الخلية الكهروضوئية هي خلايا الشمسية أو الألواح تحول الخلايا الكهروضوئية إلى طاقة الإشعاع إلى طاقة كهربائية ضمن عمليات مختلفة رقم أربعة طاقة الوضع والطاقة الحركية نعلم دائما أن الوضع والحركة متبادلين لذلك تتحول طاقة الوضع أثناء السقوط الجسم إلى طاقة حركية والحركية عند رفعها أو قذفها للأعلى تتحول إلى طاقة وضعي رقم خمسة الطاقة الكهربائية والطاقة الحركية والمولد الكهربائي ما العلاقة بينهما؟ ممتاز تتحول الطاقة الحركية في المولد الكهربائي إلى طاقة كهربائية رقم سبعة قانون حفظ الطاقة وتحولات الطاقة وقد تطرقنا لها سابقا ما العلاقة؟ طاقة لا تفنى ولا تستعدث ولكنها تتحول من شكل إلى آخر ولكن تبقى الطاقة الكلية ثابتة أثناء أي تحول من تحولات الطاقة ولي نحافظ عليها علينا بترشيد الاستهلاك في الطاقة لكي نحافظ على هذه الطاقة اختار أو اختاري الإجابة الصحيحة رقم ثمانية ما نوع طاقة كتاب مستقر على سطح طاولة؟ هل هي حركية إشعاعية وضع أم كهربائية؟ ممتاز وضع بما أنها على شيء مرتفع إذن هي وضع يمكن وصف الطاقة الضوئية بأنها طاقة كهربائية نووية حركية إشعاعية دائما الضوئية هي إشعاعية ما تحولات الطاقة التي تحدث في العضلات؟ حركية وضع، حركية كهربائية، حرارية إشعاعية، أم كيميائية حركية؟ ممتاز في العضلات هناك طاقة كيميائية مخزنة أثناء الانقباض والإنبساط بالتبادل تتحول إلى حركية سؤال 11، ما تحولات الطاقة التي تحدث في المولد الكهربائي؟ حرارية إلى إشعاعية، إشعاعية إلى كهربائية، حركية إلى كهربائية، كهربائية إلى حرارية مولد وليس توربين، ممتاز تصل حركية من التوربين ثم تتحول إلى حركية كهربائية إذن الإجابة فقرة جيم ما شكل الطاقة التي مخزنة في الطعام؟ كيميائية، وضع إشعاعية أو كهربائية؟ نعم، كيميائية سؤال رقم 13، أكثر مصادر الطاقة استخداما في توليد الطاقة الكهربائية في العالم؟ هل هي الفحم الحجري، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية أم النفط؟ هسب المخطط الذي تعرفنا عليه في الحصص الماضية؟ نعم، أحسنتم، الفحم الحجري أكثر هذه المصادر رقم 14، طاقة الكرة المتحركة هي طاقة وضع، طاقة كيميائية، طاقة حركية، طاقة كهربائية كرة متحركة، طاقة حركية تعتمد الطاقة الحركية على سرعة الجسم وكتلته، سرعة الجسم وموضعه، كتلة الجسم وارتفاعه، ارتفاع الجسم وموضعه الطاقة الحركية على ماذا تعتمد؟ نعم السرعة والكتلة طاقة الوضع المختزنة في كرة تكون بسبب حركتها موضعها تفاعلات الكيميائية فيها أم حجمها طاقة الوضع من اسمها موضعها أسئلة التفكير الناقد سؤال 17 وضح أو وضحي كيف تبين حركة الأرجوحة التحولات بين الطاقة الوضع والطاقة الحركية أمام وخلف هل هناك طاقة وضع وحركة؟ كالبندول نعم عندما تدفع الأرجوحة إلى الخلف تزداد طاقة الوضع حينما تذهب إلى الخلف تكون أعلى شيء وضع عند تحريرها تتحول إلى طاقة الوضع هذه إلى طاقة حركية عند النزول مع نزولها إلى الأسفل وعند الصعود من الجهة الثانية تتحول من حركية عندما تعود للخلف مرة أخرى تقل الطاقة الحركية وتزداد من طاقة الوضع وهكذا بالتبادل سؤال 18 وضح أو وضحي ما يحدث للطاقة الحركية للوح تزلج يتحرك على سطح مستوي تتباطأ سرعته حتى يتتوقف كهذا ثم يتوقف ما هو تفسيركم لذلك؟ تتحول الطاقة الحركية للوح المتزلج أو التزلج إلى طاقة حرارية بفعل الاحتكاك وبالتالي يتوقف سؤال 19 أذكر أو أذكر تحولات الطاقة خلال تحميص الخبز في المحمصة الكهربائية كهذه الآلة ما هي تحولات الطاقة حينما نضع الخبز داخلها حتى تخرج؟ أولا طاقة كهربائية في المحمصة أو في الآلة بعد ذلك تكون طاقة حرارية في الخبز قبل أن تصل إلى الخبز سيبدأ تسخين المعدن والأسلاك الموجودة بها تسخن تنتقل هذه الطاقة الحرارية لأنها من الجسم الساخن إلى الجسم الأبرد وهو الخبز حينما تصل للخبز تكتسب طاقة حرارية في الخبز بعد ذلك تكون أكسبناها طاقة حرارية إذن تبدأ تفاعلات كيميائية إذن هي طاقة كيميائية في الخبز بعد ذلك يصبح محمص وتتحول أو يرتفع إلى الأعلى فيصبح طاقة حركية عند خروج الخبز إلى الأعلى سؤال 21 ضع أو ضعي فرضية حول كيفية حصول المركبة الفضائية التي تسافر بها عبر النظام الشمسي على الطاقة اللازمة لتشغيلها اعمل أو اعملي بحثا للتحقق من صحة هذه الفرضية كيف ينطلق المركبة الفضائية إلى الفضاء ما هي التحولات الطاقة ما هي الطاقة أو أشكال الطاقة الموجودة بها حتى تصل إلى الفضاء تستخدم المركبة الفضائية الخلايا الشمسية أثناء الرحلة لتحصل على الطاقة الكهربائية لازمة لتشغيل هذه المركبة سؤال 22 أرسم أو أرسمي تحولات الطاقة التي تحدث عندما نستخدم قطعة خشب بورق الصنفرة حتى يصبح هذا الجزء من الخشب ساخنا لماذا أصبح ساخنا ممتاز بسبب الاحتكاك ما هي تحولات الطاقة في هذه العملية أو هذا الشكل أولا طاقة كيميائية في العضلات تتحول إلى طاقة ماذا؟ حركية في اليد لكي أحرك هذه ورقة الصنفرة على الخشب بعد ذلك طاقة حركية في ورقة الصنفرة بعد ذلك طاقة حرارية على سطح الخشب حتى يتم بعد ذلك صنفرته سؤال 22 أرسم أو أرسمي تحولات الطاقة التي تحدث عندما تلمس قطعة خشب بورق الصنفرة حتى تصبح ساخنة أولا نريد أن نستخدم ورق الصنفرة حتى نقوم بصنفرة الخشب يصبح ساخنا لماذا؟ رائع بسبب الاحتكاك ولكن نريد تحولات التي تحدث أولا تكون طاقة كيميائية في العضلات تتحول إلى طاقة ماذا؟ حركية في اليد لكي أستطيع صنفرة الخشب بعد ذلك تتحول إلى طاقة حركية في ورق الصنفرة ثم بعد ذلك تكون طاقة حرارية على سطح الخشب سؤال التالي تقويم الأداء تطبيق الرياضيات في العلوم سؤال رقم 24 حساب عدد منشآت الطاقة تم تصميم نوع من محطات الوقود يزود 10 ألاف منزل بالطاقة ما عدد المنشآت من هذا النوع التي تلزم لتزويد 300 ألف منزل بالطاقة؟ نبدأ عدد المنشآت تساوي عدد المنازل المطلوبة تقسيم أو قسمة عدد المنازل المزودة من المنشآة المطلوبة كم؟ 300 ألف قسمة 10 ألاف إذن عدد المنشآت 30 منشآة سؤال 25 لدينا جدول استخدم هذا الجدول للإجابة عن السؤال 25 و 26 السؤال يذكر استخدم النسب المأوية اعتماداً على المعلومات الموجودة في هذا الجدول ما النسب المأوية للطاقة المستخدمة من الوقود الحفوري؟ الجدول يحتوي على مجموعة من المصادر الفحم الحجري 23 النفط 39 الغاز الطبيعي 23 الطاقة النووية 8 الطاقة الكهرمائية 4 والأخرى 3 مطلوب ما النسبة المأوية المستخدمة من الوقود الحفوري؟ أين الوقود الحفوري هنا؟ نعم أشكال الوقود الحفوري 3 أحسنتم الفحم والنفط والغاز الطبيعي إذن نريد أن نرى كم النسبة من هذه المنشآت إذن نسبة الطاقة من الوقود الحفوري تساوي مجموع نسب عناصر الوقود الحفوري الموجودة في الجدول هي الفحم والنفط والغاز الطبيعي كم النسب؟ النسب لدينا 23 والنفط 39 والغاز الطبيعي 23 إذن المجموع 85% نشاطنا المنزلي أيضا تطبيق العلوم والرياضيات استخدام هذا الجدول والإجابة على سؤال رقم 26 حساب التناسب كم ضعفا تبلغ طاقة الوقود الحفوري المستخدم بالنسبة إلى الطاقة المستخدمة من المصادر الأخرى تذكروا طلابي وطالباتي أيضا نحن نحتاج للطاقة لممارسة أنشطة ناء فعليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمعني الله